بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا لهذا اليوم هو بيان حقيقة من الحقائق القرآنية التي قد يغفل عنها بعض الناس وهي مسألة بيان الأهداف والغايات القرآنية في حفظ آثار الأمم السابقة من الملاحظ أن في القرآن الكريم لم نجد آية واحدة تصرح وتدل على الدعوة لحفظ هذه الآثار للأمم السابقة إلا أن هذا لا يعني أن القرآن قد غفل عن هذه الحقيقة فقد ذكر في مجموعة من آياته مسائل قد تؤكد وتبين أن حفظ الآثار لها من الأهمية ومن الأهداف التي يمكن أن ينتفع بها الإنسان ولذلك الموضوع لهذا اليوم هو بيان الأهداف والغايات القرآنية في حفظ آثار الأمم من الآثار أو من الأهداف والغايات الأساسية للقرآن الكريم هو مسألة أخذ العبرة والاعتبار من آثار الأمم السابقة يعني لو رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يؤكد على أن قصص الأمم السابقة يمكن أن ينتفع منها الإنسان في قضية الحقيقة وبيان الاعتبار كما في قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وأيضا في آثارهم عبرة كما في القصص عبرة أيضا في الآثار عبرة الأمر الثاني أو الهدف الثاني هو التفاضل بين دار الدنيا ودار الآخرة لا إشكال أن الإنسان الذي يمر على دور الأمم السابقة ويرى هذا الخراب وهذا الدمار الذي قد حل بها يلاحظ أن دار الدنيا ليست هي دار مقر ولا دار استقرار بل أن الدار الآخرة هي دار الحياة وهي دار الاستقرار والبقاء كما قال الله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وأن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعقلون فلذلك الملاحظ أن الدار الآخرة هي الركن الأساس الذي بنيت عليه الدنيا لأن الإنسان يبدأ من الدنيا ليصل إلى الآخرة وأن الدنيا هي مزرعة الآخرة الأمر الثالث والهدف الثالث هو كشف الحقائق لا إشكال أن قضية كشف الحقائق من آثار الأمم السابقة هدف تتبنى جميع الأديان وليس فقط القرآن الكريم لأن في الأمم السابقة عندما يلاحظ الإنسان كيف يمكن أن ينتفع من هذه الآثار في تنوير القلوب ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإذن قضية الاستفادة والانتفاع من آثار الأمم السابقة يمكن أن تكون هدفا وغاية قرآنية كشف عنها في بعض تفاصيل هذه الآيات المباركة مسألة التمايز بين مقامات الأخيار والأشرار هدف آخر وهدف مهم جدا أن الذي يلاحظ آثار الأمم السابقة يعلم جيدا أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن حقيقة مهمة على أرض الواقع وهي كما قال في آياته المباركة فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وقال أيضا في بيان حقيقة الأخيار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إذن أكو بيوت خاوية وهناك بيوت رفعها الله سبحانه وتعالى وهذا أيضا يمكن أن يستفاد من آثار الأمم السابقة المهم السادس أو الهدف السادس هو مسألة توضيح الجانب الفكري الذي تحمله تلك الآثار لأنه كما هو ملاحظ أن آثار الأمم السابقة يمكن أن ينتفع منها الإنسان في بيان الجانب الفكري الذي يمكن أن توضحه تلك الآثار ويعلم من خلالها لينتفع عن تلك الأمم ماذا كانت تصنع في ذلك الزمان وماذا كانت تتبنى من أديان ومن معتقدات وإضافة إلى هناك آثار أخرى يمكن أن ينتفع منها الإنسان وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة